كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منطقة تل الهوى ومحيط الجامعات والصناعة والرمال بمدينة غزة بالتزامن مع تقدم آلياته، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدداً من المدنيين وتمركزت قوات الاحتلال في محيط الجامعات والصناعة بعد تقدمها من المحور الغربي ودوار الدحنوح جنوب حي تل الهوى إلى ذلك شهد محيط منطقة الصناعة حركة نزوح كبيرة لعشرات العائلات في حين وجه الجيش الإسرائيلي السكان بالنزوح من الشرق ليباشر عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة